هداف الدوري موبولولو نجمي ان اتحاد سكندري مكامل مع الاتحاد او اهايش؟ موبولولو ده عمله قزمة كبيرة جداً مع ادارة اتحاد سكندري حتى مكنش موجود لأسباب فنية مش اصابة امام النادي الاهلي موبولول leaves اسباب فنية او ايدارية؟ هلاء واحد تم اعلانه ان هو momento غاية لأسباب فنية هو موبولولو هداف الدوري ليس غاية لأسباب فنية فهو لأسباب المشكلة ان هو الوكلة يعني اكتر من وكيل جايب له عروض في الدوري الاماراتي تحديدا والدوري قطري عنده عرض واحد من الدوري قطري برقم ارقام مجاش حاجة لنادي الاتحاد فهم نادي الاتحاد بيفهموا انه احنا معند راشم يعني لكن يجي رقم يناسب ان انت هتدافل دوري والقيمة بتاعتك هم الوكلة بيتكلموا معاف ارقام اكبر بكتير من المكر حتى تجي له وده اللي عمل له ازمة كبيرة جدا لكن مبلوله مكرر ان يمشي كريم الارقام اللي جاء له من بره على صعيد الراتب السنوي اكتر من مرة ونصف اللي بياخدوا فيه نادي الاتحاد السكندري وده عمل له مشكلة كبيرة فقريب جدا من الراحية بالمناسبة للاتحادها يجيبوا يوسف اوباما فعلا يتكلموا مع يوسف اوباما لكن القصة وقفة على حكا يوسف هم متفقين معها على كل حاجة تكلم معاه كابت محمد امر تكلم معاه السيد محمد مصلحي يوسف تربطوا علاقات جيدة جدا مسؤول نادي الاتحاد السكندري من قبل هو ما عندهش اي مانع لكن القصة انه يوسف لم يتم تفعيل باند الشراء من في السعودية فهو كده كده بيدور الاول بيدور الاول على عرض تاني في الدوري السعودي خاصة بعد ما فقيته صعدت لدوري روشن للدرجة الاولى يعني فيوسف مش مكمل هناك فهو راجع القصة كلها انه هو من يمتلك عقد يوسف اذا لم يتم تفعيل الباند وقراص مش هيتم تفعيل الباند من يمتلك العقد؟ الزمالك هي دي الازمة انه ادارة الزمالك الحالية واخده قراره بتعملش مع الاتحاد بعد القصة بتاعة مراوان والخلفية عشان ما يقلشش في الكواليس يعني في تفاصيل تاني فلو القصة دي محلولة او اوباما اقنعهم اوباما اللي اقنعهم اوباما في الاتحاد سكندري المسلم في الاتحاد في الاتحاد سكندري المسلم طيب صلاح باشا نجم التخمنا للشباب واحد من المحترفين المصريين فيه كلام كتير انه هيعود للدورة المصري صلاح باشا شب خلص كل حاجة شب خلص كل حاجة كل حاجة مع باقي تفصيلة فيما يخص بطاقته من ايطاليا يعني مع نادي فاركو قريب جدا من ان هو يبقى قوة صفقات نادي فاركو في المركاتو الحالي وهم اتكلموا معي وقالوا ان ده هتبقى ويندو كويسة ليك لان انت برا مش متشاف كويس وان انت موجود في الدورة هتبقى انت راجل بوتينشيل واحنا عايزين نستثمر فيك ولو جالك اي عروض بعد كده انك حابب ترجع ايطاليا او حابب ان انت تكمل تجربتك الاحترافية ما عندناش منع لكن تيجي وتشتغل فاتساعدنا واحنا نساعدنا خلال الفترة اللي جاي